موسيقى تجدد القصف الجوي على شركة الحديد والسلب بمسراتة والمنطقة الحرة تصف القصف بالإرهابي ثمانية قتلى على الأقل في المعارك بمنطقة السابري أمس وقصف بالأسلحة الثقيلة على منطقة جاريونس موسيقى مجلس نواب المنحل يوقع قرار إعادة 129 ضابطا إلى الخدمة العسكرية بينهما اللواء المتقاعد خليفة حفتر نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار أهلا بكم أكد المسؤول العالمي بالشركة الليبية للحديد والسلب محمد الخمرية نطائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر أطلقت خمس قذائف داخل الشركة وفي محيطها دون أن تسفر عن خسائر بشرية أضف الخمرية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ثلاث قذائف سقطت داخل سور الشركة وسقطت قذيفتان خارجه يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها الشركة الليبية للحديد والسلب لهجوم طائرات قوات حفتر خلال أسبوع وللحديث في تفاصيل الحادثة ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول الإعلام بالشركة الليبية للحديد والسلب محمد الخمرية سيدة الخمرية هل من تفاصيل أكثر حول القصف الذي تعرضت لها الشركة اليوم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح هذا اليوم تعرض مجمع الشركة الليبية للحديد والسلب إلى قصف جوي كان هذا القصف بعدد خمس قدائف كانت ثلاثة منها فقطت داخل سياج المجمع بالقرب من ورش التدريب ولله الحمد كانت ورش التدريب مكتب بالمتدربين والعاملين ولكن الله سبحانه وتعالى سلم ولم تسفر عن أي إطابات بشرية ولا مادية جتيمة في حين فقر طبق القديفتين القديفتين الأخرتين خارج المجمع وكذلك لم يسفر على أي أضرار لبشرية ولا مادية يعني بشكل نهائي تؤكد أن حتى على مستوى الأضرار المادية لا توجد أي أضرار مادية نتيجة هذا القصف نعم باستثناء بعض الشضايا التي تناترت على مجمع الويرش في إدارة تدريب وهي إصابات بسيطة جدا طبعا هذا القصف يأتي ضمن المرة الثانية ضمن سبعة أيام أو ثمانية أيام وهذا القصف يعتبر قصفا غادرا لاستهدافه مؤسسة مدنية صناعية تجارية معنية بصناعة الحديد والتسويق وتسويقه وليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالعمليات العسكرية طيب برأيك لماذا يتم استهداف هذه المؤسسة المدنية للمرة الثانية على التوالي هل من أسباب قد تبرر هذا الاستهداف أو تفسر الشركة الليبية الحديد والسلب تعتبر شريان شريان يغدي كافة ليبيا بالحديد والسلب وبه يشتغل أكثر من سبعة آلاف عامل وتجد الإشارة هنا إلى أن هؤلاء السبعة آلاف عامل ينحدرون من أكثر من ستين مدينة ومنطقة في ليبيا لا تكاد توجد منطقة أو مدينة في ليبيا إلا وبها عدد من أبنائها يعملون داخل المجمع طبعا هذه الكثافة السكانية تشكل هدفا هدفا لهذه الغارات الهمجية التي تهدف إلى تخلق نوع من الارتباك والجلبة داخل المجمع ولكن والله الحمد شكرا لك بأن تجمهر وعندما اطمأنه على حجم الأضرار بأن بصيبة رجعوا إلى أعمالهم ولم تسجل أي حالات توقف داخل مصانع أوضحت الصورة مسؤول الإعلام بالشركة ليبيا للحديد والسلب محمد الخمرية كنت معا عبر الهاتف شكرا لك قصف طيران الحربية تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر صباح اليوم المنطقة الواقعة جنوب مصنع الحديد والسلب في مدينة مصراتة وأقال مدير مكتب العلاقات العامة بالمجلس البلدي في مصراتة رمضان معتيق أن الغارة استهدفت سبخة تقع بالقرب من قاعات للمحاضرات والندوات ولم تسفر عن خسائر بشرية وضف معتيق أن الهدف من هذه الغارات هو دفع الشركات العاملة في المدينة إلى مغادرتها حسب قوله ولمزيد التفاصيل حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف ناطق باسم بلدي مصراتة وسامة بادي سيد بادي ما آخر التطورات في مدينة مصراتة عقب عمليات القصف هذا مساء الخير لك سيدي الكريم ولمشاهدينك الكرام كما تبعتم عبر وسائل الإعلام وكما قال لكم المتحدث الإعلامي باسم الشركة الليبية للحديد والسلب في هذا الصباح فأن الطائرة حربية تابعة لهذا المدعو المجرم الإرهابي حفتر دخل أجواء المدينة صباحا وحاول استهداف بعض الهداف داخل الشركة الليبية الحديد والسلب وتعاملت معه المضادات الأرضية بكل بسالة من قبلة وارين البواسل وفضاء التفاع الجوي داخل المدينة وأجبرتها الاتعاد عن تحقيق أهدافها وقامت بإسقاط بعض القضايف العشوائية داخل سور الشركة وفي منطقة صدخية بالقرب من سور الشركة طيب بما أنك تحدثت عن الأهداف سيد بادي في رأيك ما هي الأهداف من عمليات القصف هذا؟ ليس له هدف هذا المجرم إلا ترويع الآمنين وتدمير البنى التحتية للمدينة والدولة الليبية وقتل الأبرياء هذه المنشآت سيدي كريم هي عبارة عن منشآت حيوية مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية فما الهدف من استهداف مطار أو ميناء أو مصنع لتصنيع الحديد والصلب فليس له هدف إلا ترويع الآمنين ومحاولة كسب بعض الانتصارات الإعلامية لأتباعه والجباهات التي هو قواته متقاخرة في تلك الجباهات فنحن بدورنا في المجلس البلدي تواصلنا مع عديد من المؤسسات لتحميلها ووضعها عند مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المدنيين داخل المدينة وواضح سيد بادي فقط فيما يخص المعلومات حول عملية القصف هذا هل لديكم في بلدي مصراتة أي معلومات حول المكان الذي تقلع منه هذه الطائرات؟ تبقى جميع المعلومات عبارة عن تكاهونات ولكن الثابت أن هناك بعض المحابط في شرق البلادي وغربي تحت سيطرة هذا المدعو حفتر وعصابته الإجرامية فهذه المعلومات ليست دقيقة لدى النجلس البلدي مصراتة ولكن نعلم نحن جيدا أن هناك بعض المهابط وبعض القواعد الجوية التي يسيطر عليها هذه المجر وتقلع منها هذه الطائرات لخصف بعض المنشئات والمراضي ناطق باسم المجلس البلدي في مدينة مصراتة أسامة بادي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك هذا ودانت إدارة المنطقة الحرى بمصراتة في بين لها ما أسمته بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له ميناء المدينة وقالت الإدارة إن استهداف الميناء يعد جريمة في حق الإنسانية وخرقا صارخا لكافة المواثيق والعهود الدولية والمحلية وحملت الإدارة جميع الأطراف المعنية محليا ودوليا مسؤولية سلامة هذا المرفق المدني وسلامة السفن البحرية والخطوط الملاحية قال ناطق الرسمي باسم غرفة عمليات المنطقة الغربية العقيد محمد مهرى إن هدوءا نسبيا يسود المنطقة الواقعة في محيط قاعدة الوطية الجوية مضيفا أن القاعدة شهدت يوم أمس إقلاع طائرات تابعة لما يعرف بعملية الكرامة في سياق آخر قال مهرى إن قصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة وقع في المحورين الجنوبي والغربي لقاعدة الوطية الجوية مساء أمس دون أن يسفر عن خسائر بشرية وللوقوف على آخر تطورات في المنطقة الغربية وفي محيط قاعدة الوطية الجوية تحديدا ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم عمليات المنطقة الغربية العقيد محمد مهرى سيد العقيد ما آخر تطورات في محيط قاعدة الوطية الجوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخوة المشاهدين الآخر تطورات طبعا لهذا اليوم كما ذكرت أنت في نشرة الأخبارية لأنه غدو نسبي مع تبادل لقصف المدفعية محاولة من العدو لفك الحصارة طبعا يقوم من حين إلى آخر بقصف المدفعية في الوقت نفسه تقوم قواتنا بالرد بالمتفعية التقيلة في العنق لضرب المهبة القاعدة لشل حركة الطائران التي ترعب الليبيين من حين إلى آخر حتى أن هذا اليوم قامت أحد طائراتهم التي تنتمي إلى المدعو حفتر بعملية ما يسمى بكرامة ليكرم الليبيين وقاموا بقصف مدرسة العزربية بمنطقة جميل والحمد لله رب العالمين لن تصر عن خسائر أو أدراس هذا بالنسبة للمحور الوحيدة العزربية فقط قبل أن نتجاوز هذه النقطة لأهميتها سيد مهرة إذا كنت تسمعوني في بعض القصف المدفعي من حين إلى آخر وإن شاء الله الشباب تابتون وصاندون فيما يخص عملية القصف صباح اليوم تحدثت عن قيام طائرة أقلعت من مهبط قاعدة لوتي الجوية بقصف مدرسة في منطقة العجربية هل خلف هذا القصف أي أضرار بشرية أو مادية؟ لا لا الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى لأنهم دائما يحاولوا تكريم الشعب الليبي فبالتالي وصلوا أنهم يحاولوا لتكريم المدارس حتى يرغب الأطفال والثلاميذ والدارسون ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى لم يصاب أحد بأي مكروه الحمد لله رب العالمين أشكرك العقيد محمد مهرى الناطق باسم غرفة عمليات المنطقة الغربية كنت معنا عبر الهاتف أكد مصدر بمركز بنغازي طبي وصول ثماني جثث للمركز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أفد المصدر بأن الجثث هي لعناصر تابعين للكتيبتين مائتين وأربعة دبابات وواحد وعشرين سقطوا خلال المعارك في منطقة صابري في سياق متصل أكد عضو كتيبة سابع عشر من فبراير نوري محمد تعرض جامعة بنغازي ومحيط القرية السياحية بمنطقة جاريونس للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الكتيبتين مائتين وأربعة دبابات وواحد وعشرين أضف محمد أن القصف تواصل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم مضح أن أغلب محاور القتال تشهد حاليا هدوءا نسبيا أشار نوري إلى أن قوات شورى الثوار تمكنت أمس من التقدم والسيطرة على عدة نقاط في جهة الزررعية بمنطقة الصابري قال ناطق باسم حرس المنشآت النفطية تابع لإبراهيم جدران علي الحاسي أن حرس المنشآت طلب من أهالي مدينة بن جواد مغادرة منازلهم حفاظا على سلامتهم حسب قوله أضف الحاسي أن قوات حرس المنشآت تحرز تقدما تجاه مدينة بن جواد وذلك بعد اشتباكات أمس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتحت غطاء من الطيران الحربي التابع لما يعرف بعملية الكرامة بحسب الحاسي وإكد الحاسي أيضا مقتل ثلاثة عناصر من حرس المنشآت في معارك بين قواتهم وقوات عملية الشروق في السياق نفسه أكد مرسل قناة ليبيا لكل الأحرار مقتل ثلاثة أشخاص أمس وجرح ستة آخرين من عناصر قوات حرس المنشآت النفطية التابع لإبراهيم جدران في محور ميناء السدر النفطي كما أكد تجدد الاشتباكات بين قوات عملية الشروق التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التي كلفها المؤتمر الوطني العام تحرير الموانئ النفطية وقوات حرس المنشآت التابع لإبراهيم جدران أكد عضو مجلس النواب المنحل أبو بكر بعيرا لقناة ليبيا لكل الأحرار توقيع رئاسة مجلس النواب المنحل ورئاسة الأركان التابعة له لقرار إعادة 129 ضابطا إلى الخدمة العسكرية بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيعرض هذا القرار في اليومين القادمين على بقية أعضاء مجلس النواب لاعتماده ومباشرة العمل به وضف بعيرا أن تأخير إصدار هذا القرار يرجع إلى أن بعض الضباط الذين عادوا إلى العمل العسكري كان قد شملهم قرار العزل السياسي سابقا وهو ما دعا مجلس النواب إلى استثنائهم من قانون العزل السياسي وفق ما صرح به بعيرا هذا وطلب آمل قاطع منطقة ابننا العقيد حامد الحاسي في فيديو تداوله عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طلب بالضغط على مجلس النواب المنحل لتشكيل مجلس عسكري أعلى برئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنه لازم يتم تشكيل فريق من كافة القبائل في ليبيا والضغط على مجلس النواب من أجل إنساء مجلس عسكري أعلى نطلب من القبائل من مجلس المسامع المدني أن ينتظر على مجلس النواب لحيث يتم تشكيل مجلس عسكري أعلى لا يتعرض لأي ضغطة سياسية نحن فكرنا في رئيس أركان وفكرنا في وزن الرفاح هيتعرض لتهميش ويتعرض لضغطه لمجلس النواب ولكن لم يكن في مجلس عسكري على رأس العقيد الفريق أول بالجلسة خليفة بالجلسة حفتر بالتأكيد نحن بهذه القوة سنتخلص من الدواعش سنتخلص من كافة الاطياف السياسية طلب رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في مقتل خمسة عشر جنديا تابعين للكتيبة مئة وستة وثمانين مشات التابعة للئيسة الأركان العامة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني وذلك عند نقطة تفتيش بمنطقة براك الشاطي وأكد أبو سهمين أن مثل هذه العمليات تقف وراءها أياد استخباراتية ترمي إلى بث الفرقة بين أبناء الشعب الليبي أكد عميد بلدية أباري أحمد المرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد هدوءا نسبيا بعد اجتباكات متقطعة جرت مساء أمس بين التوب والطوارق أضف المرتضى أن اللجنة المركزية للإغاثة واللجنة الفرعية الموجودة في أباري تتابعان أوضاع النازحين بسبب الاجتباكات التي تشهدها عدد من البلدات الأخرى يذكر أن أباري تشهد أوضاعا إنسانية سيئة جراء نقص الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي بحسب المرتضى وزع الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مساعدات إنسانية على النازحين المقيمين في العاصمة ووضح الناطق باسم المكتب العالمي للهلال الأحمر فرع طرابلس مالك مرسيط أن المساعدات التي قدمتها دولة دينامارك شملت مدافئ وبطنيات ومستلزمات أطفال كما أشار مرسيط إلى أن المساعدات توزع على النازحين في مقر فرع الهلال الأحمر الواقع بمنطقة قصر بنغشير أدنت سفارة ليبيا في ألمانيا في بين لها أمس محاولة ما وصفته بالمجموعات المسلحة لإجهاد سير العملية الديمقراطية بفرض القوة وتدمير مقدرات الشعب الليبي حسب البيان وأكدت السفارة دعمها للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ولمجلس نواب المنحل والحكومة المبثقة عنه ورأى البيان أن المجلس هو الجهة الشرعية الوحيدة التي ستتعامل معها في كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالسفارة توقعت صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية في مقال حول أكبر الأحداث الجيوسياسية المرتقبة سنة 2015 توقعت مشاركة أوروبا في الجهود العسكرية في ليبيا حماية لشواطئها الجنوبية أترى الصحيفة أن امتداد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد وانهيار السلطة المركزية ووجود حكومتين متنافستين فضلا عن انتشار السلاح قد يفضي إلى تدخل أجنبي جديد في ليبيا ورجحت الصحيفة عودة بعض الدول العربية للقيام بضربات جوية في ليبيا كما حصل في شهر أغسطس الماضي حسب الصحيفة الثالثة متواصلة وفيها بعد الفاصل تضرر الخطوط الكهربائية جراء الاجتباكات وزيادة الطلب بسبب برودة الطقس عوامل تفاقم العجزة في الطاقة تجدد القصف الجوي على شركة الحديد والصلب بمسراتة والمنطقة الحرة تصف القصف بالإرهابي ثمانية قتلى على الأقل في المعارك بمنطقة الصابري أمس وقصف بالأسلحة الثقيلة على منطقة جاريونس مجلس نواب المنحل يوقع قرار إعادة 129 ضابطا إلى الخدمة العسكرية بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر أهلا بكم مجددا في الثالثة أعلنت لجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي لبلدية كاباو التي أجريت في نوفمبر الماضي وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 30% من أصل أكثر من 7000 ناخب مسجل وأسفرت نتائج عن فوز محمد مسعود شريحة بالمرتبة الأولى في الفئة العامة التي شارك فيها 21 متنافسة فيما تحصل التهاني صالح على مقعد النساء في المجلس بالتزكية أما مقعد فئة المعوقين من الثوار فقد كان من نصيب محمد سعيد أوشن كما أعلنت لجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن النتائج النهائية لانتخابات بلدي جادو التي أجريت في ديسمبر الماضي وجاءت نتائج بفوز عالي عمرو إكرار بالترتيب الأول في الفئة العامة التي شارك فيها 24 متنافسة فيما لم تشهد فئة النساء منافسة لعدم ترشح امرأة لشغل المقعد أما مقعد فئة المعوقين من الثوار فقد فاز به بالتزكية علي إخلف سالم يذكر أن الانتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية بلغت 22% من أصل أكثر من 6000 ناخب مسجل قال مدير عام إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي إن الشركة تقوم حاليا بأعمال صيانة للشبكة العامة في دوائر جميل شكشوك بسبب تضرورها في الاشتباكات الأخيرة وأوضح الورفلي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أصلاح دوائر جميل شكشوك سيمكن منطقة الجبل الغربي من الاستفادة من 200 ميجاوات مشيرا إلى أن 200 ميجاوات أخرى ستشغل في محطة السرير بعد صيانة دوائر راسلانو في جدابيا أضاف الورفلي أن الشركة العامة للكهرباء طلبت من المؤسسة الوطنية للنفط مدها بـ 40 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز لتشغيل حقل الساحل ورفع قدرات محطة الزوتين يتسايد الطلب على الطاقة خاصة مع ما تعرفه البلاد من برودة الطقس إضافة إلى الاشتباكات المسلحة التي ألحقت أضرارا في العديد من الخطوط وهو أمر يفاقم أزمة الطاقة ويجعل عددا من المدن تسجل نقصا في التزود بالكهرباء المزيد في سياق تقريرات تالي قالت الشركة العامة للكهرباء إن العديد من خطوط وشباكات نقل وتوزيع الكهرباء تعرضت لأضرار بسبب العوامل الجوية فضلا عن تضرر الخطوط الداخلية الرابطة بين المنطقتين الغربية والشرقية بسبب الاشتباكات المسلحة الشركة العامة أضافت أن الاشتباكات المسلحة تسببت في خسارة حوالي 250 ميجاوات من قدرات محطة الرويس مؤكدة أن تزايد الطلب على الطاقة وبرودة الطقس أدت إلى تفاقم العجز الطقي وارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الغربية إلى ذلك أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الإنقاذ الوطني محمد بالخير أن طرابلس تعيشه أزمة حقيقية جراء الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي موضحا أن الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها هناك عمليات إصلاح في المنطقة الشرقية للخطوط المتقطعة كذلك هناك تخفيض الأحمال على مصنع الحديد والصلب أو إيقاف تشغيلها لفترة مؤقتة حتى يتم توفير الطاقة أو النقص في الطاقة على ما أعتقد بـ 400 ميجاوات وقد تسببت الاشتباكات في المنطقة الشرقية حسب الشركة العامة للكهرباء في فقدان 400 ميجاوات من القدرات الإنتجية في محطتي السرير الغربي والزويتينة في سياق المتصل أكد مدير عام إدارة التحكم بشركة العامة للكهرباء محمد الورفلي أن أعمال صيانة الشبكة جارية حاليا في المحطتين لاستعادة القدرات الإنتجية يأتي ذلك في انتظار أن تسمح أطراف النزاع لفرق الصيانة بدخول إلى مناطق التوتر لإصلاح الأعطاب انطلقت في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للشجرة حملة نفسها تتنفس التي ترمي إلى تنظيف الغابات الواقعة بالعاصمة وقال مدير إدارة الإعلام بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية والبحرية أحمد الجدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحملة ستستمر لمدة شهر كامل وتضم أعضاء من خمس جمعيات يشار إلى أن اليوم الوطني للشجرة يصادف الأول من يناير من كل عام وللحديث حول هذه الحملة ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية والبحرية أنس القايدي سيد القايدي لو تصف لنا الظروف التي رافقت هذه الحملة حملة نفسها تتنفس تنادت مجموعة من منظومات المجتمع المدني لعمل في مجال البيئة لمنها الجمعية البيئة لحماية الحياة البرية جمعية أصدقاء الشجرة جمعية أكسوجين حركة الشباب لأجل المناخ جمعية الأثار البيئية جمعية الضمزين لمحاولة لانقاذ الغابات الموجودة في طرابلس وضواحيها تستمر الحملة هذه إن شاء الله لمدة حوالي ثلاثة أشهر في طار العمل الميداني مقسمة لأزاف عندنا يوم أمس بدنا في حملة تنظيف المنتزة سيدي المصري لعندنا بداية ترامج تشجير تقوم بين جمعية أصدقاء الشجرة في صوب الجمعة الخميس القادم فيه عندنا احتفالية ستكون في محمية ثلاثة أحيانا اليوم الوطني للشجرة كيف كان التجاوب الشعبي مع هذه الحملة؟ الحمد لله كان أمس كان مجموعة النشاطاء العدد لباس به وإن شاء الله نتوقع أن نكون في الزيازة نشكر حتى نشكر شركة الخدمات العامة كانت أول مواصفة حكومية ساعدتنا في عملية ثم سيدارة المخلفات الصلبة الموجودة كان لهم دور كثير شكرا لك من ترابلس رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية والبحرية ناس الجايدي شكرا جزيلا لك والآن نتابع جديد صفحة رياضية وصلت البارحة بحثة منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في تصفية كاسي أفريقيا للأمم تونس 2015 وقال رئيس الاتحاد الليبي لللعبة عبد الحكيم معتوق لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المنتخب تعرض لعدة صعوبات منها التنقل برا إلى الجزائر وأضاف أن الاجتماع الفنية وإجراء القرعة سيكون غدا فيما تنطلق التصفيات في السادس من الشهر الحالي يذكر أن المنتخب الوطني قد أقام معسكرا تدريبيا بتونس تواصل قرابة الشهر أجرى خلاله مباريات ودية مع فرق تونسية يلتقي بعد غدنا الثلاثاء الاتحاد بفريق شبيبة بجاية الجزائري في لقاء ودي بملعب القنطاوي في غتام معسكرا تدريبي بسوسة تونسية يذكر أن الاتحاد سيشارك في كاس الكاف حيث أوقعته القرعة في مواجهة فريق الكيتس بورا تشادي وستكون مباراة الذهابي في تونس في منتصف فبراير المقبل في دورية المنطقة الجنوبية لفئة الأواصط ضمن الأسبوع الخامس فاز فريق القدس على فريق نجوم الشاطئ بأربعة أهداف لهدف واحد في لقاء نقيم على أرضية الملعب البلدي سبهة وأعلن الاتحاد الفرعي للمنطقة الجنوبية عن توقف جميع المسابقات لإفساح المجال أمام الطلبة لإجراء امتحانات جميع المراحل الدراسية أكد لويسانريك المدير الفني لفريق برشلون الإسباني أنه سيلجأ إلى تدعيم فريقه بعناصر من قطاع الناشئين بعد أن عقب النادي الكاتولوني من قبل الفيفا بالحرمان من عقد صفقات شراء لعبين جدد حتى 2016 لم نتفاجأ بقرار عدم السماح بشراء لعبين حتى الموسم 2016 سنحاول الاستئناف بحثا عن قرار مختلف لم تجري الرياح كما تشتهي سفننا ولذلك فإننا سنقبل بالقرار وسنعتمد على مخزوننا الكبير من اللعبين الاحتياطين أكد مدير الفنيل ريال مدريد كارلو أنشلوتي اليوم أن سيلخي ورامونس سيكون أساسيا في أول مباراة للفريق هذا العام والتي سيخوضها على ملعب مستايا أمام فالنسيا في حال عدم وجود خطر من تجدد إصابته سيرخو راموس بحالة جيدة وكل ما يحتاجه هو المزيد من التمرين وهذا ما يفعله حاليا سنرى كيف تسير الأمور ونقرر فيما بعد إذا كان سيشارك في المباراة أو لا سيشارك في المباراة أو لا تعدل فريق هيبرنيان مع ضيف هيرتز بهدف لهدف ضمن مباراة جولة الثمانة عشرة من الدور الأسكتلندي لكرة القدم افتتح المضيف نتيجة المباراة عن طريق جيسون في الدقيقة الثالثة والعشرين وفي الدقيقة الأربعين من المباراة تمكن جيمي ووكا من التعديل لهيبرنيان وبهذه النتيجة يحافظ هيرتز على مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم وليبقى في الصدارة برصيد 51 نقطة مباشرة إلى العنوين تجدد القصف الجوي على شركة الحديد والصلب في مصراتة والمنطقة الحرة تصف القصف بالإرهابي ثمانية قتلى على الأقل خلال المعارك بمنطقة صابري أمس وقصف بالأسلحة الثقيلة على جاريونس مجلس نواب المنحل يوقع قرار إعادة 129 ضابطا إلى الخدمة العسكرية بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر ختم نشرة دمت في أمان الله اشتركوا في القناة